بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد نعوذ ابن عبد العزيز لما تولى الخلافة كانت زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مران ده بنت الخليفة وأخوها خليفة ثم كان بعد ذلك عمر سيد نعوذ ابن عزيز زوجها خليفة فهي من بيت سراء وعندها الخيرات والنعيم والحلي والزهب والمجوهرات والنعيم لا حدود له ولكن سيدنا عمر رب العزيز لما تولى الخلافة قال لها اختاري أمرك بين إما أن تختاريني أو تختاري هذه الأموال فأنا لا أريدها لا أطيقها في بيتنا أبدا ثم تعجبت كيف زالت ثم قال لها من أعطاك هذه المجوهرات وهذه الحلي فقالت خليفة المسلمين اللي هو أبوها قال لها إنه أخذها من بيتنا المسلمين فقالت له رضي الله عنها وأرضاها قالت والله لا أخير أضعاف ذلك عليك أبدا فلك الخيار ووضعت كل ما تمتلك من حلي وأموال ومتاع ومجوهرات في بيت مال المسلمين وده الحق نموذج عظيم جدا وشوف الشيء الغريب بعدما مات السيدنا عمر بن عبد العزيز الحقيقة تولى الخلافة من بعده أخوها فجاء بها وقال لها هذه مجوهراتك وهذه حليك التي أودعتيها بطلب من عمر بن عبد العزيز الخليفة السابق فخذيها قالت والله أبدا إنني قد فضلته في حياته وأسرته في حياته أبعد وفاته أقبل ذلك والله لأقبل ذلك أبدا وظلت بهذا النموذج الرائع الراقي متبرعة في سبيل الله عز وجل ولا تقبل على نفسها شيء حتى ماتت ترجمة نانسي قنقر